الملك حمد بن عيسى الخليفة من وحدة الهدف والمصير المشترك هو نهج ثابت وراسخ لم ولن تحيد عنه مملكة البحرين مطلقا منذ قديم الأزل ويؤكد على أن البلدين هما بلد واحد لا يتجزأ مشددا جلالته على أن هذا الموقف لن يتزعزع وستظل مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب السعودية وداعمة وبكل قوة لها في وجه أي حملات معادية أو أي استهداف لها لإيمانها التام بأن ذلك هو الضمان الأكيد لثبات الأمن والاستقرار والتصدي لكل المخاطر التي تواجه المنطقة والعالم بأسره وعبر جلالة الملك المفداء يده الله عما تكنه مملكة البحرين قيادة وشعبا لشقيقة الكبرى بقيادة خادم الحرمين شريفين وسمو ولي عهده وشعبها الشقيق من حب وتقدير عميقين واعتزاز بالغ بمسيرتها الرائدة نحو التطوير والتحديث والتنمية في كافة مناح الحياة وجهودها الحثيث الرامية لأمن واستقرار العالم أجمع سائلا جلالته الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة شعبها العزيز وأن يديم عليها أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لسعود حفظه الله عن الشكر والتقدير لأخيه صاحب الجلالة على هذه المشاعر لأخوية الصادقة النبيلة وعلى مواقف مملكة البحرين الأصيلة التي تجسد عمق العلاقات العريق الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لشعب البحرين كل خير وازدهار وتطور في ظل قيادة جلالة الملك المفدى يده الله